فالترتيبة اللي حصلت لانتخابات الكاف او لحسم ملف مين هيبقى رئيس ومين هيبقوا موجودين معاه تمت بعد الزيارة زيارة انفنتينو للمغرب حصل انه اجتمع مرشحين غرب افراكيا مع فوزي لقجع في المغرب وتكلموا في حتة انه طيب ليه احنا طالما الامور ماشية في اتجاه باترس موتسيب بان احنا نبتين نصق الادوار الناس كلها تكون موجودة الناس كلها تشارك في تطوير الكرة في افراكيا الفترة اللي جاية وانه الفترة اللي جاية هتشهد عهد جديد يعني وفي الوقت ده تم الاتفاق على انه باترس موتسيب خلاص هيتم دعمه لتولى الرئاسة الكاف لكن هيتم تعيين احمد ولدي احيا واجستين سنجور نائب اول ونائب تاني دول اللي كانوا المنافسين الاساسين مع كمان انه احمد ولدي احيا هيكون موجود في الفيفا قد يكون على رأس احدى اللي جان الفترة اللي جاية بعد مرحلة الانتخابات وبعد استقرار الوضع داخل الكاف يمكن التنصيق ده برضو هيؤدي شوية لوضوح الرؤية قوي في الكاف الفترة اللي جاي لانه لو تكلمنا عن باترس موتسيب كنموذج جاي اول مرة يحصل انه يبقى فيه رئيس الكاف بره منظومة الاتحادات هو كان ملك نادي ملك نادي بالزرق اول مرة تحصل انه يوصل لكورسي رئاسة الكاف يمكن هو قدر حملته بمجموعة من الشخصيات القوية جدا يعني سواء بينيك اماجو هو كان رئيس الاتحاد النيجيري او رئيس اتحاد النيجيري وكان نادي برئيس الكاف قبل كده واختلف مع احمد احمد ومعا ايشا يهانسون رئيس الاتحاد الكورة في السيرليون وموجودة في الفيفا برضو وهي الفترة الجاية هتبقى في الفيفا لانه ضمن الترتيب انه هي هتكامل البرنامج الانتخابي بتاع موتسيب كنموذج اهم النقاط اللي انت شايف انها فعلا كانت هتبقى ايجابية جدا في دعمه او انت شايف انه هو ممكن يجدد ايه في خريطة القرى الافريقية يعني هو اعلن ملامح برنامجه من عشر نقاط ابرزهم هي الحتة بتاعت تطوير او اعادة هيكلة الكورة في افراقيا جوه الكاف ازاي تطوير المسابقات تطوير الحكام استخدام تقنية الفار في كل المسابقات الكاف وده نقطة مهمة جدا احنا كنا بنعاني في الحتة دي ان انت متوقعش عارف حتى لو بتلعب دوري ابطال افراقيا هيبقى في فار في النهائي ولا لا بالزبط بالزبط شوفنا الفضيحة اللي حصلت في النهائي الوداد والترجي لما الفار ما كانش شغال اصلا وبدأت الناس كمان تشوك والفار كان شغال في النهائيات قبل كده وبعد كده ولا لا يعني كان الوضع مؤسف قوي فهو حط دي من نقاط البرنامج بتاعه يعني حطها واضحة في نقاط البرنامج بتاعه نقطة الهام النقطة تكلم بشكل مباشر في زيادة عوائد المسابقات الافراقية سواء من البس التلفزيوني او كمان زيادة الجوائز بتاعتها الاندية لما تشارك الاندية محتاجة انها تصرف على المشاط علشان الكرة تتطور في افراقيا وبالتالي محتاجين انه حتى عقود الرعاية بتاعت بطولات الكاف تكون اعلى من اللي هي فيه دلوقتي علشان الجوائز كمان للاندية دي تبقى اعلى وبالتالي المشاركة نفسها تبقى جايبة همها زي يعني باللغة الدرجة ما تتقال انه انا بصرف وبسافر وبروح وباجي وبالعب مباريات وبتعلق قيمة البطولة نفسها بالزبط فالبطولة نفسها محتاجة ان قيمتها تقالى ومحتاجين كمان بنية تحتية تتطور بس بنية تحتية ده ملف كبير قوي عايز وقت يعني ده عايز وقته عايز وقته وبيحتاج جهود كبيرة يعني احنا هنا في مصر عشان مصر كدولة قوية بتقدر انها في موضوع البنية التحتية زي ما احنا شايفين فترة رئيس عبدالفتاح السيسي الشغل في البنية التحتية حتى في الرياضة صحية في ملاعب كرة القدم وغيرها شغال طول الوقت في بعض الدول الافريقية ما عندهاش لسه الامكانيات فبتحاول انها تطور لكن هو ملف برضو مطروح لكن هو اهم ملف هو تكلم فيه جزئية تطوير الكادر البشري في الكرة الافريقية سواء بقى العابين او اداريين او العاملين في الكاف او غيره كان فيه مؤشر ممكن نتكلم عنه مهم او يا كابتن هيني انه لما باترس موتسيب عمل احتفالية اليوبيل الزهبي اللي نادي الصانداؤنز وجه الدعوة لعدد من نجوم الكرة الافريقية يمكن ما رحش ناجل صام والقيت واعتقد وكان يا توري تقريبا هو محتاج شوية يشتغل على الملف ده هو وضع الملف ده ومحتاج يشتغل عليه ملف كوادر افريقيا او النجوم نجوم خاصة اللي عبت في الدوريات الاوروبية اللي اخدوا الخبرات الكبيرة الملف ده كون انه هم ما كانوش لسه يعني مرحبين قوي بتواجد موتسيب او كانت الحكاية في بدايتها فما كانش تلبيت الدعوة مهمة بالنسبة لهم لكن اعتقد ان الفترة الجاية لا محتاجة انه يجمع الكوادر اللي عندها الخبرات اللي لعبة top level في اوروبا اللي خادت خبرات حتى مع منتخبات بلدها في كاس عالم او غيره ان دول هم اللي يكونوا موجودين الفترة اللي جاية لانه هم القادرين واللي عارفين ظروف القرى وهما اللي قدروا يطوروا انا ممكن اتكلمنا فيها قبل كده مرة انا ضد فكرة ان انا اروح اجيب الخبير الاوروبي طول الوقت طب ما وانا ولاد القرى دي بهم عاشوا في اوروبا وليعبوا في اوروبا وكانوا افضل من اوروبيين في كرة القدم في وقتها يعني في اجيالهم وفي انديتهم في اوروبا وخدوا بطولات وعملوا تاريخ جورج واي احسن لعيم في العالم بالظبط يعني جورج واي احسن لعيم فانا شوفنا درجبة شوفنا عندنا محمد صلاح دلوقتي بعد كده ممكن يكون له دور لما يقرر انه هو ينهي مسارته في كرة القدم انه يكون له دور في تطوير الكرة في افراقيا ده طبيعي ده المصاري الطبيعي فانا اعتقد انه ده هيكون من الملفات اللي ااخد باله منها قوي وخصوصا ان الصحف علقت على الحكاية دي على حتة دعم نجوم الكرة للمرشحين من الرئاسة ما كانش فيه دعم من نجوم الكرة المتسب لكن هو خلاص هو على حسب الاتفاقية اللي بنشوفها دلوقتي والمناسبة الاتفاقية دي هيتم توقعها يعني هتبقى مكتوبة وثيقة مكتوبة قبل الانتخابات هتبقى فيه يوم ستة يوم السبت تقريبا او يوم ستة هيبقى فيه نهائي بطولة افراقيا للشباب في موريتانيا وهيكون هناك رؤساء الاتحادات موجودين واطراف الاتفاقية كلهم موجودين وبرعاية الاتحاد الدولي وهيتم توقيع وثيقة ده وبالمناسبة ده مش مخالف للوايح يعني منتكلم على الاطراف كلها خلاص حصل التنصيق والامور كلها يعني ستب خلاص مفيش اي مشاكل ترجمة نانسي قنقر